موسيقى أهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية درسنا اليوم يتعلق ب LOMOD ANDIKATIF في الدرس السابق وهو الدرس العاشر من هذه السلسلة تعرفنا على LOMOD DE CONJIGUISON أي سياغ السر في اللغة الفرنسية قلنا أن LOMOD في اللغة الفرنسية تنقسم إلى نوعين لدينا LOMOD PERSONNEL السياغ الشخصية و LOMOD IMPERSONNEL لدينا أربعة سياغ شخصية وهي LOMOD ANDIKATIF وهو درسنا لهذا اليوم le conditionnel le subjonctif و LOMOD ANDIKATIF بينما السياغ اللاشخصية LOMOD ANDIKATIF في اللغة الفرنسية أكثر من يستعمل في اللغة الفرنسية يستعمل في اللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية يستعمل في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية أو الريبة مثلا عندما أقول لغة الفرنسية لغة الفرنسية لصيغة LOMOD ANDIKATIF هذا الفعل هذا الحدث هو حدث حقيقي و حدث واقعي لا مجال فيه للشك أو الريبة أو عدم اليقين من أجل الشك أو الريبة أو الأشياء الغير واقعية نستعمل صياغ أخرى .comod صياغ أخرى عندما يتعلق بالواقعية بالأحداث الواقعة بالأحداث الحقيقية نستعمل LOMOD ANDIKATIF لدينا في هذه الصيغة LOMOD ANDIKATIF أربعة أزمينة بسيطة لدينا في هذه الصيغة أربعة أزمينة بسيطة وهي لدينا في هذه الصيغة لدينا في هذه الصيغة على الآفعال المساعدة Children's وLe Futur Antérieur . إذن يتكون المود انديكاتيف من تمانية أزمينة أربعة أزمينة بسيطة 4 طن سامبل وأربعة أزمينة مركبة 4 طن كامبوزي ستجدون شرحا وافيا ومستفيدا لمجموعاته الأزمينة في الدروس القادمة الدروس التي تليه هذا الدرس ما الذي تسمح به هذه الأزمينة التابعة للمود انديكاتيف ستطن بمت تسمحاته الأزمينة ديكسخيمر الزاكسين برسانة بيتعبير عن الأحداث الحالية الحاضرة في الحاضر لساكسين بسي الأحداث السابقة التي مضت أو لساكسين أفنير أو الأحداث التي ستحدث في المستقبل إلى هنا أصدقائي قد انتهدوا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم وتابعوا الدروس الموالية لهذا الدرس للفهم أكثر أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء